مرحبا بي عندكم و بالمناسبة كنبغي نشكر قناة الشعب شوف تيفي شكرا قناة الشعب شوف تيفي و الحمد لله اللهم لك الحمد فرحان الحمد لله فيديو قليب ديالي ماليك نخت احمر رجع اليوتيب و اليوتيب يعطاني الحق ديالي و بالمناسبة كنبغي نشكر المحامي ديالي الاستاذ خالد ريضا مخلوق المحامي الرقمي اللي مكلف بالملفات الرقمي اللي هو اللي رأس اليوتيوب وباقي ان شاء الله هذا المسطرة القانونية مع القسم القانوني في يوتيوب وان شاء الله بيكون غير الخير من القدام فرحان مايك وان بيانسيو فرحان عمل كبير وطني تصور في المناطق الصحراوية في 20 يوم وموقف في يوتيوب الحمد لله الحمد لله عبدالله ويخويا مركز خاليف واحد القدام الصحراوية اه بقى في الحال بزاف لان في خلال 48 ساعة حققت واحد لنسبة المشادة عالية وكادت منافسة على التندنس بحال تقول لذلك الشخص اللي وقفها بحال لها الرزها فهمتيني 20 يومية واقفة في يوتيوب بقى في الحال بقى في الحال حي تضرب تمارا في ذلك الكليب فهمتيني تضرب تمارا وفهمتيني وبزاف دل بزاف دل 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 درسك اوه 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 باركلي اه بحال فمشي واحد البلاس عمى بحال تجوج والحمد لله الوصطاب ديالك من بعد ما اسمع انه اغنية ملكونا قد قمار حشبات من اللوتين اه اصراح الدراري كعاو فمشيني الدراري كامل اللي كي بكامل اللي كينف الجينيريك كاملك عاتش فمشيني لانهم كل شي ضرب تعمر لان العمال العمال راهم صوب في 4 ايام بالكليب ديالو بالموسيقته بالميكس بالمونتاج فمشيني 4 ايام ومشيني ومشيني شديني الطريق في التورناج ماشي صورناه في كازا صورناه في المناطق الصحراوية فمشيني اقسموا بالليل العلي العظيم الى 4 ايام من عش 4 ايام انا من عش تتلح الكليب من وراه بشي يومينا بش نعست فمشيني يتلح الكليب ومسي بك توقف عليه ومسي بك تلحي فمشيني وفي حال فلاك مشوف إنما على العسر يسرك 4 ايام من اسيج نصور الفيديو اوه والله العظيم كان شوفوك 4 يام وما نسيش بجاجع اوه ياه اوه ياه صراحة والله ما جاني الناس وما نعاش صراحة من نرجع الكليب وكليب فامشيني شوف هذك الفيديو كليب لا ولا عاش المالك فامشيني خدمهم من القلب وذك الشي اللي كن دير انا مرتاح فيه ومقتنع به وان عندي هدف وابغي نصنع راب وطني فامشيني لان انني كيف كن نحنا صغار كانو اللجيل دي الهتمانينات والسبعينات والتسعينات كي يتغنو بالاغاني الوطنية الواذوادي العيونعينيه عيشية بلادي انا ديش هاده بغيت نديره بالراب انشا الله بغيت ندير واحد الconcept التييي الراب وطني فامشيني بغيت نصنع واحد طورة ديالراب وطني ملنا القدام انشاء الله ويقولوا بزاف دي الروابات ويقولوا اغانية الراب وطنية ورانا خدام ذا بف المقاولة ديالي الحمدلله باش ندير واحد بوات بخودكسيون فمشيني بندن تبنا بحل بحل شي شي ولية صغير كده كده لشي فرقة باش يلعب في المينيم والكادي وجينيور والسينيور وكما يكون ان شاء الله سيطلع طاقات ان شاء الله لغاية الراب الوطني من الصغر يتعلموا يقرأوا الراب ويتعلموا التكنيك فمتيني ومن بعد ان شاء الله ستكون واحد ثورة الراب الوطني ان شاء الله من القدام هذا هو أبجيكتيف ديالي استقتمع الوطنية يعني من خلال اعمال ديالي مؤخرا بيجي كده اغانية الوطنية اخوي انا الوطنية اردعت في حليب الواليدة بعدها فمتيني هذه الوطنية والوطنية كان وقع واحد واحد البلالي وكنت صغير فمتيني كنت في الحي محمدي ذلك الساعة فشمات سيدنا الله يرحمه مسكين فمتيني كنت حسنتان الله يرحمه كنا في الحي محمدي وهابطنا والواليدة وهابطنا في القيصارية وشفنا واحد المنظر وانا صغير وانا صغير فم تبكي محمد وونحث يلاحظوا ويلاحظوا المنظر وكيرتقين ومنون من المنظر فمتيني مكان ما عرفش من العدنة ماليك كيف تشوف الإقبال إلى المغاربة على الأغاني الوطنية؟ الحمد لله المغاربة كيف تشوفنا في المرة الأخيرة في هذه القناة الإعلامية الجزائرية الملعونة كيف تشوف الشعب كامل فنانة العابة مواطنين يقول مالك نخت أحمر كيف تشوف الشعب كامل فنانة العاشة المالك؟ كيف تشوف الشخص الذي يحام بسبب العاشة المالك؟ ونفس الشخص الذي يحام بسبب العاشة المالك؟ ورسالتي لكي نقول لكي نخلق أغنية عادية لأنها يحام بسبب وطنية 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 تحام بسببها لا يوجد أغنية بسبب الجديد المائك 1 هل الجديد المائك 1 هو أغنية العاشة المالك؟ انا اختارت المصاري ونصنع رابة وطنية والجديد هو أغنية عاشة المالك كلمة للخصوف شعب شوف تيفي شكرا بكثير